منذ بدء شهر رمضان وصلت إلى هواتف المواطنين المحمولة رسائل تدعوهم إلى التبرع لجمعيات خيرية منها للأيتام ومنها للمسنين وأخرى لذوي الحاجات الخاصة فانتقل بذلك المواطن من التبرع المباشر إلى التبرع الافتراضي إذا وصل لك هذا المساج على تليفونك هذا أو هذا شو بتعمل؟ التبرع جمعيات مسنين عم بمحية بكل بساطة مع مرد يعني واليوم وصلني هك شي ليش؟ أنه بطل في مزاقية يعني كترتها بطل في مزاقية بالموضوع وكل يوم بيجينا مساجات منها فادليت أكيد بروح بتبرع أنا شخصيا بعرف ناس محتاجة بيعطيهم مصاري مش بعمل هيدا وان دولار ودولار وهيدا كلها كذا وهلا عم يستغلوا هيدا الظرف شهر رمضان ليدحكوا على عالم هالأشياء بدغري بس أنه شوف يتيم ممكن إبعث إيه ما بفكر شركة تاتش للاتصالات أوضحت عبر الجديد أنه عادة ما تطلق الرموز القصيرة الخاصة بالتبرع بناء على طلب من وزارة الاتصالات وذلك بعد قيام الأخيرة بدراسة ملفات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدفع مبلغا ماليا قيمته 250 دولارا أمريكي إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بحيث يستخدم رمز التبرع شهرا واحدا فقط ما يبرر استعمال جمعيات عدة الرمز نفسه في فترات زمنية مختلفة وللخروج من دوامة الشك في صدقية هذه الجمعيات وأهداف رسائلها غالبا ما تلجأ القوى الأمنية المتابعة لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني إلى توضيح النقاط التالية أولا يجب أن يكون مصدر الرسالة واضح ثانيا على الأسماس أن يتضمن بوضوح قيمة الوحدات التي يخسرها المتبرع وقيمة المبلغ الذي يتبرع به ثالثا أن لا يتردد المواطن في تبليغ مكتب مكتب مكفحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي عند ورود رسالة عليها أي علامات استفهام فالتبرع حتى أصبح رهينة بالتطور التكنولوجي والمعلوماتي جوال الحاج موسى قناة الجديد موظفو المستقبل يعلنون الاتجاه إلى الإضراب يوم الخميس احتجاجا على أوضاعهم المادية السيئة في الثالث من أذار الماضي زار الرئيس سعد الحريري تلفزيون المستقبل للإطمئنان إلى موظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ ستة أشهر أنت أوضيع غير أن أذار غدار فبدلا من أن يتأمل الزملاء في تلفزيون المستقبل خيرا بعودة الرئيس الحريري إلى لبنان حل عيد الفطر عليهم والصوم المالي مستمر ما دفع البعض خلال الأشهر الماضية إلى التعبير عن وجاعه عبر المواقع التواصل الاجتماعي وآخرهم الزميلة جوانا نصر الدين أعور التي توجهت برسالة مفتوحة إلى الحريري قائلة ترددت كثيرا لكن سنة ونصفا كثيرة 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 علينا أن نحمل ثقلها الذي كسر ظهورنا وتسعة أشهر من دون رواتب انتهت بعيدية الفضيحة نصف راتب قبل عيد الفطر وكأننا نصف بشر نعمل بنصف يد ونصف لسان ونصف مايكروفون ترددت كثيرا لكن الوجع يا دولة الرئيس لامس الروح والقلب ووصل إلى لقمة العيش عيش أولادنا قبل عيشنا دموعهم قبل دموعنا لومهم أسئلتهم إحراجهم أزمتهم المالية هم أيضا قد تكون هذه الكلمات قاسية ولكنها ليست أقصى مما نعيشه ونعانيه ولأنه طفح الكيل سيبدأ موظف مجموعة المستقبل أي التلفزيون وإذاعة الشرق إضرابا يبدأ الخميس المقبل يشمل وقف برامج إذاعة الشرق وتوقف موقع القناة الإخباري وقسم الجرافيكس وتكنولوجيا المعلومات أي الـ IT وبرنامج أخبار الصباح أما قسم الأخبار فسيحتفظ بورقة الضغط الأخيرة على إضراب الخميس يكون كفيلا حل أزمة الرواتب منذ تسعة أشهر في شهر رمضان تفائل الموظفون فأتت العيدية نصف عيدية كما وصفتها ناصر الدين والحجة اللا أموال لتصرف غير أن مشهد الحريري يخطب بين ضيوفه على موائد رمضان فيما أهل البيت الأزرق محرومون من رواتبه منذ تسعة أشهر يضعنا أمام عملية حسابية افتراضية بسيطة فإفتراط الحريري غالبا ما تكون من عند مطعم سكرات اتصلنا بالمطعم فتبين أن سعر الإفتار للشخص الواحد بحدها الأدنى أربعون دولارا فلنعتبر أن الحريري اختار قائمة الطعام بقيمة ستين دولارا لمائة وخمسين شخصا كمعدل عام فنكون أمام تسعة ألاف دولار قيمة افترات بيت الوسط يوميا مضروبة باثنين وعشرين يوما لا ثلاثين يكون كحد تقريبي قد دفع الحريري مئتي ألف دولار على موائد رمضان وحسب والخلاصة الحريري فطر أما موظفوه فيدرسون رشال كرم قناة الشديد مكتب مكافحة المخدرات التابع للشرطة القضائية يوقف أحد أكبر تجار المخدرات في بيروت وجبل لبنان تمكن مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد أخطر وأكبر تجار المخدرات وبحسب مصادر الجديد فإن الموقوف ألف حاء من موليد عام تسعين سوري الجنسية وهو من أنشط تجار المخدرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان وبحقه ست عشرة مذكرة توقيف بجرم إتجار وترويج المخدرات وخمسة بلغات بحث وتحري وقد ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات حيث أن لديه عددا من المرويجين يعملون لصالحه والذي أوقف عدد كبير منهم في الآوينات الأخيرة كما واعترف بأنه يبيع المخدرات لحوالي ألف وخمسمائة متعاطي يزودهم بها عن طريق المرويجين في محلتي نهر الموت وجل الديب السفير البريطاني يزور محطة إنتاج الطاقة التي أنجزتها شركة كهرباء زحلي بالتعاون مع شركة أغريكو البريطانية تفقد السفير البريطاني في لبنان هيوغوت شورتر محطة إنتاج الطاقة التابعة لشركة كهرباء زحلي وكان في استقباله مدير عام كهرباء زحلي المهندس أسعد نكد وقد نوهت شورتر بهذا الإنجاز والتعاون الذي تحقق على مستوى الكهرباء في لبنان بين شركة إنجليزية وشركة لبنانية يتمتعان بقدرة وكفاءة عالية وبدوره رحب نكد بالسفير البريطاني شاكرا زيارته منشجع أنه بغير محلات يصير في 24 على 24 بتعاون مع وزارة الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان تكل مواطن ياخد حقه نطلع من الموترات الموجودين بكل لبنان ويكون اللبناني يدفع فاتورة واحدة مش ثلاث أو أربع فوتير فاتورة كهرباء لبنان فاتورة المولدات فاتورة الأعطال بالمنازل أعطال الكهربائية وفاتورة العجز دعا نكد الدولة إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجال الكهرباء لحل هذه المشكلة معتبرا أن أفضل فرصة لقرارات اقتصادية كبيرة بهذا الحجم هي طاولة الحوار والآن إلى فقرة تراندز وزميلة نور صومة مساء خير نور؟ مساء نور سامر شو شكلنا معرضين كتير لعمليات انتحال شخصية مزبوط سامر اليوم لازم نحن كتير منيح ننتبه شو هن المعلومات يلي مننشرون على السوشال ميديا؟ تابعونا مرحبا هاشتاج السعودية هو الأكتر تداولا اليوم على تويتر هالهاشتاج طبعا بيتعلق بالحادثة الأليمة لشهدتها المملكة مبارح عبر التفجيرات يلي أحدها استهدى في المسجد النبوي الشريف بمكة المكرمة مغردين استخدموا هالهاشتاج لحتى يعبروا وينشروا أفكارهم وقراءهم بهالحادثة المؤسفة منهم نعلقوا وعبروا عن أسفهم وتضامنهم مع البلد ضد الإرهاب وغيرهم قدموا تعازيون لأهل السعودية بالرغم من كل المأساة اللي عم بيمرقوا فيها الدول العربية وخاصة لبنان العراق السعودية فضلا عن الدول الأجنبية مثل تركيا وغيرها ما بيخلى الأمر من أنه يتصدروا هاشتاج هاب يعيد عيد مبارك فتر سعيد توب ترنديز على تويتر ونحنا من ترنز بنتمنى فتر سعيد للجميع وكل سنة وانتوا سالمين عمليات احتيال الشخصية زادت 57% السنة الماضية بسبب تفلط المعلومات الشخصية طبعا المشتركين عم المواقع التواصل الاجتماعي وهالشي عم بيصير بسبب سهولة الدخول على حساباتهم ففيسبوك تويتر ولينكتين تحولوا لأدات من أدوات الاحتيال هالدراسات اللي اللي عملت ببريطانيا بتقول أنه عدد الضحايا كان 94 ألف في سنة 2014 وزيد لأكتر من 148 ألف في سنة 2015 المعلومات الشخصية اللي عم نحكي عنها هي الاسم تاريخ الولادة العنوان وأحيانا حسابات البنك فانتبهوا لأنه أكتر من 85% من السرقات عم بتصير بسبب معلومات موجودة أونلاين هولي كانوا ترنز الليلة منشوفكم بكرة في نشرة جديدة